حدثنا محمد بن اسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عبد الله عن من حدثه عن عمر بن عبد الله بن كعب عن المرأة من المبيعات أنها قالت جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في بني سلمة فقربنا إليه طعاما فأكل ومعه أصحابه ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأه ثم أقبل على أصحابه فقال ألا أخبركم بمكفرات الخطايا قالوا بل قال أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة